انا بكم اشرح لي وخبر عاجل لاصحاب المعاشات تدني المعاشات كان لابد من انتفاضة للبرلمان وده حصل النهاردة وذلك لرفع الحد الادنى مساواتا بالموظفين لان اصحاب المعاشات مش اقل من الموظفين اللي بنرفع الحد الادنى لستلاف جنيه يعني حرام وقلنا اتكلم ده في فيديوهات كتيرة يا جماعة اصحاب المعاشات ناس تعبط وناس بازلت جهد وناس شاركوا في بناء هذا الوطن فمش هيكون يعني هو ده جزاؤهم ان المعاشاتهم تبقى متدنية بالتدني دوت والليلة جدا لا تسمن ولا تغني من جوة خصوصا في زل الاسعار المرتفعة وجشاء التجار والتضخم اللي احنا فيه طيب ايه الحل قلنا الحل ان احنا نشوف اي طريقة ان احنا نرفع بيها المعاشات رفعات متتالية علشان يعني ما تبقاش حتى على يعني قدر المساواة مثلا بالموظفين دلوقتي ولكن تبقى حتى على الاقل تبقى يعني تمانين مثلا في المية الموظفة ما يطلع على المعاش ياخد مثلا على اقل تمانين في المية من من مرتبه اللي كان بياخده ولكن ما ياخدش عشرين في المية ولا مثلا يعني خمسة وعشرين في ولا الجزء الزهيد الولاد جدا اللي بيطلع الى الدروب اللي بيحصل له دوت من كزا الف مجنيه للفوتات اللي بيغضوه فكان لازم النهاردة يحصل زي ما حصل موضوع انتفاضة البرلمان وذلك لرفع الحد الادنى للمعاشات المعاشات مساواة بالحد الادنى واللي رفعته الدولة للموظفين وهو ستلاف جنيه وكان لابد من مطالبة المسئولين بالنظر بعين الرحمة لاصحاب المعاشات واحنا على فكرة ما بدهمش حاجة مجيوبنا دي فلوسهم ودي مدخراتهم وده يعني الحاجات اللي اتخصمت منهم اياما كانوا آآ موجودين في الخدمة وكانوا كنتوا بتقططعوا من مرتباتهم وتقولولهم عشان لما طلقوا معاش لقوا معاش كويس طيب اقتطعتوا مرتباتهم وتحرموا من كامل مرتبهم وجوم النهاردة لقوا المعاشات زهيدة جدا فكان لابد يحصل من الانتفاضة اللي بنقول لحضراتكم عليها اللي حصلت النهاردة في البرلمان للمطالبة بالمساواة بالموظفين في رفع الحد الادنى للمعاش الى ستلاف جنيه تعالوا بينا نشاهد بالصوت والصورة النائب البرلماني وهو بتكلم في موضوع انخفاض الحد الادنى للمعاشات وبيطالب برفع الحد الادنى للمعاشات زي او مساواتا بالموظفين واللي هو الدولة رفعتهم لمبلغ زي ما قلنا ستلاف جنيه لان فعلا يعني المفروض ان كله سواسية ده موظف ده بيصرف ده بيصرف الاسعار على الكل اسعار خنقت الناس كلها فيعني لما يكون زي ما قلنا معاشات متدنية جدا ورغم ذلك بيتعامل صاحب المعاش المتدني ده بمعاملة تانية غير الموظف اللي هو مفروض ان هو بيزيد زيادات مثلا من الدولة او من شغله ووصلت لاستلاف جنيه فكان لابد من التدخل البرلماني اللي تكلم النهاردة تعالوا معنا نشوف اهل ايه وما تنسوش طبعا في النهاية الفيديو ما تنسوش يا ريت تشتركوا في القناة وتضغطوا لايك وشير عشان الفيديو يطفوا محركات البحث وتشجعونا وكمان ما تنسوش كمان تضغطوا زر الجرس او الاختيار قول او كل عشان يصلكوا كل جديد خليكم معنا نشوف التعديل بتاعي باختصار يا رئيس انه الحد الادنى للمعاشات لا يقل عن الحد الادنى للاجور يزي الحد الادنى للاجور يا رئيس انا كان نفسي اشكر الحكومة على هذا الانجاز ان هما بيقدموا علاوة يمكن رقميا هي غير مسبوقة في تاريخ العلوات لكن ايضا العلاوة دي الاموال دي تم احتراقها بنار الاسعار اللي احترقت بالفعل وزادت قبل تطبيق هذه العلاوة النهاردة يا رئيس بنتكلم عن علاوة لموظفين القطاع العام ماذا عن 70% من العمالة وهم موظفين القطاع الخاص ماذا عن اصحاب المعاشات ال 11 مليون مستفيد من اصحاب المعاشات هذا امر غير مقبول ماذا عن من هم بلا عمل اصحاب اليومية وما اكثرهم في هذه الايام النهاردة الحكومة بتفتخر بانجاز انها اضافت لمشروع معاش تكافل وكرامة مليون اسرة هو ده انجاز انك تزود مليون اسرة انضموا الى منظومة الفقر والاحتياج يا رئيس هناك احتياج شديد جدا والعلاوة لا تقابل الانفجار في الاسعار ولا التضخم الغير مسبوك زي ما شفتوا معانا حضراتكم زي ما سمعتوا النائب البرلماني المحترم اللي تكلم في الموضوع الشائك ده موضوع اصحاب المعاشات وزيادة المعاشات انا بقول موضوع شائك لان الناس كتير جدا بتتكلم صبح وظهر وليل وبتطالب المسؤولين اللي هم في يديهم قرارات المعاشات واموال المعاشات ان هم يتصرفوا ان هم يشوفوا حل الموضوع تدني المعاش اللي بيطلع عليه صاحب المعاش بعد ما يكون زي ما قلنا وكتير وتابعوا حضراتكم فيديوهاتنا في هذا الخصوص انه بنقول ان الراجل اللي هو الموظف اللي هو الان على المعاش وكان موظف من قبل كان مرتبه مثلا وليكن ونقول مثلا مثلا عشرة اتناشر زي ما يكون وهو طالع على المعاش بيبص يلاقي مثلا هو مثلا في شهر مثلا واحد او مشهر شهر مثلا خمسة هو مثلا لسه في الخدمة يلاقي مثلا مرتبه شهر خمسة مثلا اتناشر الف جنيه نزلله وبعد الخصومات وكده مثلا مثلا وليكن عشرة تلعب جنيه شهر ستة حضرتك هو طالع على المعاش يلاقي نفسه نزل من اتناشر او حداشر او عشرة بعض الخصومات لمبلغ لا حول له ولا قوة لا يسمن ولا يغني من جوع الى نفسه اصلا وصل مثلا وليكن الف وماتين ولا الفين ولا زي ما يكونوا بداية الستارت بتاع اول معاش طب دول يعملوا يا جماعة حتى في في ظل الاسعار في ظل الغلاء اللي احنا فيه دوت في ظل التضخم اللي استشرا في ظل كل حاجة ولاعت في ظل السلع اللي بتغلى يوميا يوم كل يوم بتغلى السلع والاسعار والله كل يوم يا جماعة الاسعار بتغلى وبتخش تجيب السلع من محل بتلاقيها في المحل اللي جمي منه اغلى منه يعني بقت حاجة لا يعلم مداها الا الله سبحانه وتعالى فانا بقول باشكر البرلماني المحترم وباشكر كمان كل واحد محترم بينادي وبيطالب بموضوع يعني تعديل الحد الادنى للمعاش وتعديل المعاشات ليه ما يكونش ليه يعني اصحاب المعاشات ليه ليه الاموال اللي بتجمع دي كلها ليه ما تستصمرش الاستثمار الصحة ايا كان هو ايه ما بنتدخلش في شغلوكو بس بنقول المفروض الاموال دي تستصمر الاستثمار الصحة ونشوف الاموال اللي كانت يعني راحت هنا ولا هنا او كده تجمع ويعاد استثمارها استثمار مظبوط وتجيب العيد المظبوط اللي احنا نخليه فعلا زي ما كان فيه اقتراح من فترة قريبة قال ان هو المفروض ان مثلا على الاقل خالص يعني الموظف لما يطلع على المعاشي يلاقي بداية المعاشي بتاعه وسنا وليكن مثلا تمانين في المية وليكن خمسة وسبعين في المية من مرتبه ليه ما يكونش كده ايه المشكلة ايه المانع لو زبطنا امورنا والله وبعدين يعني الاموال اللي بتجمع مش مش شوية يا جماعة يعني الاموال بتاع المعاشيات دي مش شوية لو اعيد استثمارها بالاستثمار الصح واكيد في ناس اصلا مخصصة للموضوع ده ان هي بتستثمر اموال اصحاب المعاشيات دولة يقعد استثمارها بالاستثمار الصح ويتم النظر وتعديل موضوع الحد الادنى او موضوع بداية المعاشي لخروج الموظف عن المعاشي عشان زي ما قلنا يعني تبقى حاجة يعني وكل حاجة والله دلوقتي حتى لو بدأوا بايه اصلا الدنيا برضو الاسعار مولعة ولسه الدنيا ما تزبطتش رغم موضوع راس الحكمة او موضوع التعويم او موضوع كلام ده لسه برضو دينا ما تزبطتش ومحتاجة وقت عبال الدنيا ما تتزبط فعبال الدنيا ما تتزبط يا جماعة المعاناة للناس دي بيعانوها واللناس كتير جدا بيعانوا منها وبيشتكوا منها يريد ان احنا نشوف او نبص ازي ما قلنا بين الرحمة والرقفة لموضوع بداية المعاش وموضوع تعديل الحد الادنى للمعاش ويشوفوا برضو يريد يكون فعلا زي ما قال البرلمان المخترم يريد يكون حد الادنى للمعاش مساوي للحد الادنى لقارط الدولة للموظفين وليكن 6000 جنيه بحيث ان هو يعني بعد الزيادات وكده يبقى الدنيا تبقى بدأت ان هي تبقى يعني الى حد ما قويسة شوية بنشكر حضراتكم وان شاء الله بنروح ونجيب لكم كل الاخبار ونتمنى الكلام ده يوصل للمسؤولين ويشوفوا فعلا الموضوع ده وان شاء الله ربنا يكرم ان شاء الله ويبقى في حاجة اديرنا ان احنا نعملها لان شاء الله اصحاب المعاشات بنشكركم على حسن الاستماع بين التوب منكم يا ريت اللي لسا مشاركش في القناة شرفنا ويدعمنا وشيرك في قناتنا ويضغطوا زر الجرس او الاختيار اول او كل عشان يصلك كل جديد دعمونا باللايك والشيرك كتير يا جماعة عشان حاجتين الحاجة الاولية ان انتو يعني بتدعمونا بتدعمونا لفيديوهاتنا وكمان حاجة تانية ان حضراتكم تكسبوا السواب ان انت بتخلي الفيديو بيطفو محركة البحثة وغيرك بيلاقيه بسهولة وبتكسب برضو عسنات ان شاء الله نتيجة هذا الفعل وكل اذا انا حق طيبين بنعتزل النطالة وبنشكركم كان معكم سيد شاكر من قناة شرحلي اشوفكم على خير